كسب النقاط والابتزاز واضحة غاية طهران لأجلها لم يتوانى النظام الإيراني في الإقرار بأن توسيع برنامجه النووي ومنع المفتشين الدوليين ورقة مساومة يريدها الإيرانيون وسيلة ضغط تسمح بكسب مزيد من النفوذ خلال أي محادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة التي تضمنها الاتفاق النووي وفق تصريحات نقلتها مجلة نيوزويك الأمريكية يقول محمد باقر قالباف وهو سياسي إيراني ترشح ثلاث مرات لمنصب الرئاسة إن الإجراءات الإيرانية ستساعد في رفع العقوبات أكثر وتمنح طهران القوة في إشارة إلى قانون رفع نسبة التخصيب الذي أقره البرلمان قبل أشهر البرلمان الإيراني كان أقر أواخر العام الماضي قانونا يسمح بالزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% ويمنع مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى المنشآت الإيرانية في حال لم ترفع العقوبات عن البلاد كما يخول الحكومة تشغيل ألف جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز من طراز IR2M ويرى مراقبون أن التخصيب بنسبة 20% قد يمهد الطريق لصنع قنبلة نووية وهو ما تنفيه إيران التي بدأت منذ سنة بتصعيد عمليات تقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي واستيدانات دولية لا سيما من قبل أوروبا